خلال هذا التجمع بيسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية وبالتالي هنا مش هيبقى هناك سيطرة لعملة دولية محددة بالعكس هيبقى هناك فرصة لتبادل التجاري ما بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية الشيء الأهم هو التركيز على عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات تنمية صناعية وتنمية زراعية وخلافه وأن يبقى دي كلها مشروعات مشتركة بتحقق الاكتفاء الزاتي من السلع الرئيسية في الوقت اللي احنا كلنا شايفين العالم في مخاط جديد وكل رؤساء العالم اللي كانوا موجودين جوه النهاردة القيادات كلهم بيكلموا على تحديات ومشاكل بتواجهها دولهم وأن هم محتاجين مسندة هذا التجمع علشان يساعدهم في التغلب على هذه التحديات